اشتركوا في القناة منزلة سعد بلع وهي للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية طبعاً رح يظل في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و 26 دقيقة من ظهر اليوم الأحد 27 اثنين لينتقل بعدها القمر لمنزلة سعد السعود وهي لتوطيد العلاقة والحرية والربح والتفريق طبعاً القمر ما زال موجود في برج الجدي في ساعات متأخرة من مساء يوم الأحد القمر رح ينتقل فعشان هيك رح نحكي بس عن وجود القمر في برج الجدي حلقة الغد رح نحكي عن آخر مراحل خلو المسار وانتقاله وتأثيراته لأنه بيجي الانتقال بعد بث حلقة الغد يعني ما بزبطش أني أحكي اليوم عن توقعات الغد وأرجع أعيدها بالغد في ناس كثير رح يرجعوا يقولوا بتعيد المعلومات وبتعيد الحكي فمما أن القمر موجود في برج الجدي معناته بظل التأثيرات موجودة علينا أنه منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول إنجاز عمل متراكم نجد أنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر ووسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليس التأمين أو عقد تأمين أو تجديد تأمين أو عمل تأمين بالنسبة للزوايا البطيئة اللي بتأثر طبعا الزاوية اللي بلشت تحتد كمان تأثيراتها أكثر اللي هي زاوية الاقتران السلبية بين المريخ وبين بلوتو وحكيت عن هاي الزاوية يوم أمس وشرحت شو أسباب أني أنا يعني بحكي هاي الزاوية وخصوصا هاي الزاوية تحديدا اللي هي هاي الزاوية سلبية تأثيراتها لغاية يوم ستة ثلاث هاي الزاوية بتدل على مشاحنات وعنف وحرب ودمار على نحو واسع وخصوصا أن هاي الأشياء بتتلو كمان بعد الزاوية هاي تأثيرات أخرى مستمرة بتكون لا هاي الأحداث حتى بعد ما تنفصل هاي الزاوية هاي الزاوية دوليا عادة لما بتصير الزاوية هاي بأي شكل كان بوينما كانت إن كان اقتران أو تربيع فتأثيراتها وحدة بتدل على أن هاي الفترة قد تشهد اضطرابات للعمال وقد ترافقها أعمال شغب أو حوادث عنف كما بتشهد هاي الفترة مقتل أحد القادر أو كبار الشخصيات في ظروف غامضة وازدياد حوادث العنف والاغتصاب والفضائح التنسية وبتدل على حدوث انقلابات عسكرية أو مؤامرات أو عمليات تخريبية أو إرهابية أو تفجيرات أو حرائق وكذلك بعض الحوادث الطبيعية كالزلازل وحرائق الغابات أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم بدأ تأثيرها وهي زاوية التزديس الإيجابية بين الشمس وبين أورانوس وهاي طبعا ذروتها يوم اثنين ثلاثة هي مستمرة لغاية يوم خمسة ثلاثة كتأثير إيجابي بيكون لدينا تركيز عالي لدرجة أنه ممكن نكشف أي شخص بيحاول الكذب علينا أو خداعنا وبرضو تدفع لحب المغامرة وتحمس بما أن الشمس وأورانوس إلها تأثيرات جيدة على الشخصية وقدرة الكلام والإقناع والقيادة برضو وفي هاي الفترة في أشياء لها علاقة بالقرارات الحاسمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي آخر يوم من تأثيراتها اللي هي بين عطارد وبين أورانوس هاي الزاوية اللي بتصيبنا إصابتنا حالي من التشتت الفكري وعدم التركيز في الأيام الماضية وأثرت على حوادث طبيعية وحوادث إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات وكمان هاي خلت الأمور يكون فيها نوع من أنواع الصعوبة لإيجاد بعض الحلول لبعض المسائل ويتخلينا عصبيين مزاج وممكن نرتكب أخطاء وتهور برضو وهي وقت زي ما حكينا أنه كان غير صالح للشراكات وما تعتمدوا على الحدث وحكينا أنه هاي بما أنه عطارد وإلو تأثير في هذا المجال لعبة دور كبير في البورصة وفي الأسهم يعني بشكل واضح تماما للجميع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهاي ذروتها زي ما حكينا كان يوم 24-22 وهي مستمرة لغاية اليوم آخر يوم لإلها هاي زاوية اللي بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها واللي هي زاوية تزديس إيجابية بين المشتري وبين أورانوس وهي تأثيرات لغاية يوم 5-3 هاي زاوية بتعزز عنها قوة الحدث خصوصا في مجال العمل والعلاقة مع المسؤولين والزملاء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ممتزجة أي مزيج بين السعود والنحوس في نفس الوقت بين الزهرة وبين المريخ وهي تأثيراتها لغاية يوم 17-3 إيجابيتها أنه بسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة أكثر المتضررين من الجانب السلبي هم المتزوجون لأنها تخلق بعض المشاكل العاطفية اللي إلها توابع سلبية أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل الأول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين نبتون وهي ذروتها ساعة 45 دقيقة صباحا بتوقيت درينتش يعني هاي تأثيراتها من بعد منتصف الليل الليل هاي موعد بث الحلقة لغاية تقريبا ساعات ظهر يوم الأحد وهي الزاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس عليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام ساعة 9 و 5 دقائق صباحا بتوقيت درينتش طبعا بالنسبة لهذه زاوية تأثيراتها بتبدأ من ساعات الفجر لغاية ساعات العصر بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بالتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاءهم وإدعاهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون في تمام الساعة 10 و 5 دقائق صباحا بتوقيت درينتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح للساعات المساء فبتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من الجديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون في تمام الساعة 2 و 49 دقيقة عصرا بتوقيت درينتش طبعا هاي الزاوية تأثيراتها من ساعات تقريبا الضحى أو الصباح لغاية ساعات المساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ من الساعة 2 و 49 دقيقة عصرا بتوقيت درينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 6 و 35 دقيقة مساء بتوقيت درينتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 6 و 35 دقيقة مساء بتوقيت درينتش القمر بيكون انتقل واستقر في برج الدلو وبتبدأ تأثيرات برج الدلو علينا في هاي الفترة فبيصير من ساعات المساء إنما نشعر إنه بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ونرغب الانضمام لمادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا في هاي الفترة تعزيز صداقة جديدة إدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء جهاز إلكتروني وتجربة طعام جديد بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعا عندنا الركبتين والمفاصل والعمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والإسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن في ناس بسألوا إيش هو جهاز التوازن جهاز التوازن اللي هي الأذن الوسطى والأذن الداخلية هذولا هم أهم عماد التوازن في الجسم من ساعات المساء طبعا بيبلش يظهر عنا أعضاء جديدة بتكون أكثر حساسية زي بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب وعضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية أما بالنسبة لليوم فطبعا بالنسبة للعمليات الجراحية يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لأنه يعني الجراحة ممكن في بعض الأوقات ولكن الحقن لأنه الجلد شوي في نوع من أنواع التهيج فما بدناش يصير نوع من أنواع الالتهابات بالنسبة لهذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن يعني يصلح برضو لقص الشعر التجميلي والصبع ولكن لا يصلح للقصة العلادي أما بالنسبة لمطعوم كورونا مطعوم كورونا مناسب اليوم ما في أي مشاكل ممكن بعض الشعور بالألام مكان اللقاح وهي بنادول بفي بالغرض بنادول ريبانين أي أدوية من مشتقات الفراستيمول ممتازة لهذه الأمور ممكن مكان اللقاح بس إذا في صار تهيج أو ألام كريم أنتيبيوتك فوسيدين بفي بالغرض بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الدلو خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء واحد ثلاثة رح يبدأ في تمام الساعة ثنتين ودقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية واثنين وخمسين دقيقة مساءا لا ينتقل بعدها القمر لبرج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال ستة وعشرين يوم في تمام الساعة ثلاثة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بصير سبعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة ثمنتعش في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيدة بنسبة سبعين في المية القمر في الجدي بده ينتقل للدلو في ساعات المساء حتى يوم واحد ثلاثة رح يستقر في الدلو سعيد بنسبة ثلاثين في المية الآن ولكن مع ساعات العصر بصير سعيد بنسبة خمستاش في المية عطارد في الدلو حتى يوم عشر ثلاثة منتحس بنسبة خمسين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم ست ثلاثة منتحس بنسبة عشر في المية المريخ في الجدي حتى يوم ست ثلاثة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة منتحس بنسبة عشر في المية زحل في الدلو حتى يوم أربعة ستة منتحس بنسبة عشر في المية أورا نصف الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ما زالت الأجواء مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا وبينجحوا بالدفع لمصالحهم وبيقدروا يحافظوا على إنجازاتهم القائمة أهم شيء أنه يمسكوا حالهم من الانفعالات والعصبية اليوم هذا غير مناسب للعصبية نهائيا اتجنبوا المخالفات ومخالفة القوانين والتهور واحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة واحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها برج الثور بتمشطوا اليوم في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لسيما لبعيدة أو مع أشخاص أجانب أو خرج البلاد وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن اليوم تتحرك باتجاه رحلة أو نزهة أو تروج العمل أو تحصل على معلومات ما بتتوقعها وبرضو بيكون عندكم نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتكم العاطفية والعائلية برج الجوزة بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة ساروا لتهدئة الأجواء وهي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف ولكن عليك أنك تتحلها بالليونة والتفكير الموضوعي وتحد من عصبيتك شوي برج السرطان هذا يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أو علاقاتكم مع الأزواج وبرضو جيد للمصالحات أو حتى لا أمور إلها علاقة بالعقود ولكن رجعوا العقود قبل التوقيع عليها أو استشيروا أهل الاختصاص هذه فترة شوي برضو فيها نوع من أنواع السلبية فيها نوع من أنواع الضغط ما بينفع فيها سوى الصبر والمرونة لأنه ممكن تتعرض اليوم لبعض المضايقات والخلافات اللي بتطلب منك ضبط النفس برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بدكوا تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم وتحاذروا من الجدال خصوصا مع المعاوهين وما تهملوا صحتكم لا تأجلوا ولا تماطلوا عملكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية عشان ما يتركم العمل ويصير في صعوبة في الإنجاز برج العذراء بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبرضو ما بيتخلى الحظ المالي عنكم وبتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا هذه فترات تعتبر فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء وحاول أنك تصحح الأخطاء اليوم لأنه هذا يوم مناسب للمصالحات برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبرضو اليوم ممكن تجدوا نوع من أنواع التعاون من أفراد العائلة ممكن تطلق حول وضع عائلة أو منزلة ممكن تضطر أو تظهر مشكلة شخصية ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة لأجواء عدائية ومتوترة فعشان هيك لازم أنك تنتبه للوضع العائلي وبرضو تراعي وضعك الصحي برج العقرب بتنشطوا اليوم في مجال السفر والاتصالات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن اليوم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار وبرضو اليوم تدعمك الحضوظ وبتكون جريف التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وبتلفت النظر إلا أجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك برج القوس تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وتمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية وتهتموا بتوظيف أموالكم وتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقشة أو دعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات تعتبر هاي فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح أو هدية برج الجديد ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبتقدروا اليوم تبادروا لخطوة جديدة للدعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم بيحمل انفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بحكمة ووقاعية للأمور اليوم تشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وممكن اليوم تستعيد سيطرتك وتحقق مجاح باهر مرج الجديد يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتكم لحد الركود وممكن تلغي مشاريعك أو ارتباطاتك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم إش إنك ما تحسم أمر فالفترة هاي فيها سلفية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها إلى ما راجعتها أكثر من مرة برج الحوت بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ابتتسع الآفاق وبتحتفلوا اليوم بنجاح أو تطور علاقة ما وممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح من خلال العلاقات الاجتماعية ابتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك وبتخف الضغوط وبيطمئن بالك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر